المصاء من قناة ليبيا الأحرار أهلا بكم مشاهدينا أنا أماني عمار وإليكم أبرز العنوين بعد المقابر الأخيرة بطرهونة هيئة البحث تؤكد للأحرار ارتفاع عدد الوجودة المنتشلة إلى 187 رغم العمليات العسكرية المتتالية بالجنوب تفجير زل يكشفها شاشة الأوضاع بمناطق سيطرة حفتر رئاسة النواب تتجاهل الميزانية واستحقق ديسمبر وتستدعي الحكومة للاستجواب أهلا بكم إلى تفاصيلة أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشال جثث واحدة للأثنين من مقبرة فردية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بترهونة هذا وفدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لليبيا الأحرار بارتفاع عدد الجثث المنتشلة من مقابر ترهونة ومحيطها إلى 187 جثة منذ تحرير المنطقة هذا وكانت الهيئة قد أعلنت الأحد اكتشافها مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة ليرتفع بذلك أجمالي عدد المقابر المكتشفة في المشروع الزراعي 5 كيلو إلى ثلاث مقابر منذ بداية الشهر الجاري 187 جثمانا حتى الآن اكتشفت وتم انتشالها من مقابر ترهونة الجماعية التي خلفتها ميليشيات الكاني ومن ورائها حفتر هذا ما أعلنته إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بعد انتشال جثة واحدة من مقبرة فردية بمشروع 5 كيلو قرب ترهونة وبحسب القائمين على الهيئة فأن المقبرة الجديدة المكتشفة هي الثالثة خلال شهر أغسطس الجاري بعد أن اكتشفت مقبرتان في السابع والعاشر من الشهر ذاته تضمان 19 جثة تعود لأشخاص مجهولي الهوية حيث أخذت العينات في انتظار التعرف على هويتهم لإبلاغ ذويهم أما عن عدد المقابر فقد قال مدير إدارة البحث عن المفقودين عبدالعزيز الجعفري إنها بلغت في مشروع الربط وحده 55 ما بين مقبرة جماعية وفردية تضم 129 جثة فيما بلغ إجمالي المقابر في مشروع 5 كيلو 13 تضم رفات 44 شخصاً إضافة إلى 14 حالة أخرى موزعة ضمن الحدود الإدارية لترهونه وعن عدد الضحايا الذين تم التعرف على هويتهم فقد أوضحت الهيئة أن العدد ارتفع إلى 62 شخصاً فقط فيما تستمر عمليات مطابقة الحمض النووي لمائة وخمسة وعشرين آخرين أرقام مخيفة تعبر عن حجم المأساة التي عايشها أهل ترهونة إبان سيطرة الميليشيات على المدينة والآن تستمر معاناتهم مع الإعلان عن هوية كل جثمان تنجح عمليات مطابقة حمضه النووي مع ذويه ولتفاصيل أكثر مشاهدين ينضم إلينا من ترهونة مراسلنا هناك إبراهيم الكاسح إبراهيم أهلا بك لو تضعنا في تفاصيل انتشال الجتة في مدينة ترهونة وتحديداً في المشروع الزراعي 5 كيلو إبراهيم هل تسمعوني؟ إبراهيم طيب يبدو أن نواجه مشكلة في التواصل مع الزميل إبراهيم سوف نعود لحقاً له قال ناتق باسم وزارة الداخلية عبد المنعم العربي إن سيارة الدفع الربعية التي انفجرت في بوابة زلة كانت تسير بواسطة ثقل على دواسة الوقود وأوضح العربي في تصريحات على شاشة الأحرار أنه فور انفجار السيارة تمكن رجال أمن البوابة من قتل الشخص الذي سيرها بعد إصابته بعدة أعيرة نارية مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال جارية من قبل مديرية أمن الجفرة الأمن في الجنوب الليبي رواية بعنوان التفجيرات ومهربي البشر والوقود والأسلحة تفجير جديد والمستهدف هذه المرة بوابة أمنية غرب مدينة زلة تعددت الروايات حول كيفية الهجوم والجهة التي تقف وراءه بالنسبة لمعلومات وزارة الداخلية تم الهجوم بسيارة دفع رباعي دفعت نحو البوابة بغير سائق قال الناطق باسم وزارة الداخلية عبد المنعم العربي للأحرار إن مطاردة حدثت عقب الانفجار مع الشخص المسؤول عن الهجوم تلاه تبادل لإطلاق النار أرداه قتيلة تقول الداخلية إنه لا معلومات حتى اللحظة عن الجهة التي تقف وراء الهجوم والمجهول في الروايات حول الهجوم معلوم عند الناطق باسم حفتر أحمد المسماري قال إن من قام بالهجوم هو عنصر من ذوي البشرة السمراء يتبع ما يعرفه باسم تنظيم الدولة الإرهابي والمعلوم أيضاً هو سيطرة حفتر على مدن الجنوب الليبي منذ سنوات السنوات التي شهدت انتشار الميليشيات والمرتزقة وأمراء الحرب ومهربي البشر والوقود والمخدرات والأكثر من ذلك هو انتشار بقايا تنظيم الدولة الإرهابي أعلنت تنظيم في يونيو الماضي مسؤوليته عن استهداف نقطة تفتيش في مدينة سبها تفجير انتحاري حينها قتل ضابطين وأصاب ثلاثة وفي محاولة تميل لإرسال رسائل سياسية في واقع معقد بدى وكأنه يسعى إلى إعادة التموضع فيه أعلن حفتر في يونيو الماضي عن عملية عسكرية قال في ظاهرها أنها تهدف إلى تعقب الإرهابيين وترضي عصابات الأفارقة والمرتزقة التي تهدد الأمن والاستقرار الدبابات والآليات الثقيلة هنا اشتاحت الصحراء في الجنوب دون إعلان عن استهداف أي تشكيل إرهابي السيطرة السورية على مناطق شاسعة يغيب الأمن فيها في الجنوب الليبي هي انعكاس لواقع أمني هش في مناطق سيطرته المباشرة تعيش بنغازي منذ 2014 تحت سطوة الخوف والاعتداءات المتكررة من الميليشيات انتهاكات بحق ناشطين وحقوقيين ونواب ومدنيين قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها في السادس من الشهر الجاري إن أعضاء ما كان يسمى جهاز الأمن الداخلي والمعروف الآن بجهاز المباحث العامة ارتكبوا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان لإسكات المنتقدين والمعارضين شمل ذلك احتجازهم تعسفيا وتعريضهم للتعذيب والإخفاء القسري الواقع الأمني الضائع في الجنوب والشرق الليبي يكشف عن نقيض خطاباته الدالة على ضرورة وجوده تحقيقا لأمن مفقود رواية حفتر في مواجهة الإرهاب هل تنتهي الآن فصولها مع كل انتهاك لأتباعه وكل اختراق أمني يبدو وكأنه عاجز عن احتوائه إذن مشاهدين نعود مرة أخرى إلى خبر المقابر الجماعية بترهونة والعثور على المزيد من الجثث وينضم إلينا من مدينة ترهونة من هناك مراسلنا إبراهيم الكاسح إبراهيم أهلا بك أتمنى بأن يكون الصوت واضح هذه المرة أهلا بك لو تضعنا في تفاصيل انتشال الجثث في مدينة ترهونة وتحديدا في المشروع الزراعي نعم ضمن سلسلة اكتشافات المقابر الجماعية في مدينة ترهونة تم اليوم انتشال جثة في مقبرة فردية بمشروع الزراعي المعروف بالخمسة كيلو هذه المقبرة هي المقبرة التالتة خلال هذا الشهر الجاري تم انتشالها اليوم بإشراف مكتب النائب العام والمباحث الجنائية والطب الشرعي مجموعة الجثث التي تم انتشالها منذ يونيو 2020 حتى هذه اللحظة 187 جثة تم التعرف على 54 جثة فقط بالنسبة للجثمين التي تم انتشالها من مقبرة الخمسة كيلو المشروع الزراعي 44 جثة ولزالت هناك العديد من البلاغات بوجود مقابر جماعية هذا الأمر أزعج العديد من أسر ضحايا والمفقودين في مدينة ترهونة خلال تواصلنا معهم أكدوا انزعاجهم وطالبوا بسرعة اتخاذ الإجراءات وسرعة الكشف عن المقابر الجماعية الموجودة في مشروع الخمسة كيلو ومناطق أخرى طيب إبراهيم كونك في عين المكان كيف ترى عمليات انتشال الجثث كيف تسير هل من صعوبات الإجراءات تسير بشكل طبيعي لكن كما حددتك أسر الضحايا والمفقودين منزعجين كما قلت من البطء في الإجراءات وإدارة البحث عن الرفاة تابع الهيئة العامة البحث عن الضحايا والمفقودين قالت أن الإمكانيات لا تسمح بأسرع مما يقومون به الآن طيب إبراهيم حضرتك ذكرت بأنكم تواصلتم مع أهالي أصحاب الجثث ما هي أبرز مطالبهم بحسب تواصلكم معهم المطلب الأول كما ذكرت يعني التعجيل في الاكتشاف المقابر الجماعية التي تم الإبلاغ عنها والمطلب الرئيسي هو القصاص من الجناء يعني يطالبون بتسليم الجناء وأخذ العدالة مجراها يعني هذا المطلب الرئيسي لأسر الضحايا والمفقودين في مدينة ترهونة نعم مراسل ليبيا الأحرار من مدينة ترهونة إبراهيم الكاسح شكرا لك قال ناطق باسم مجلس النواب عبدالله بلاحق لأحد المجلس قرر استدعاء الحكومة للمثول أمامه في جلسة استجواب في 30 من أغسطس الجاري يتي هذا الاستدعاء وفقا لبلاحق بناء على مذكرة تقدم بها عدد من أعضاء المجلس تتضمن عدد من الملاحظات حول أداء الحكومة مشيرا إلى أن تحديد موعد الجلسة في نهاية الشهر الجاري لمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب هذا ويعد قرر مجلس النواب استدعاء الحكومة للمثول أمامها أو أمام المجلس هو الثاني منذ تولي الحكومة مهامها في مارس الماضي مثيل الدولة في الداخل والخارج اختيار رئيس الوزراء ملفات ثقيلة على طاولة مجلس النواب عنوانها العريض انتخابات ديسمبر دون إطار دستوري والعام الذي قارب ثلثه على انتهاء يمضي دون ميزانية معتمدة في خضم ذلك تعود رئاسة مجلس النواب للاستفراد بصلاحياته على غرار ما جرى في جلسة اعتماد قانون انتخابات الرئيس الأخيرة ما قد يشير إلى عودة أجواء الانسداد والتعطيل في المجلس الذي أعيد توحيده في سرط بالتزامن مع جلسات اعتماد حكومة الوحدة الوطنية مطلع العام الجاري ورغم ان المجلس رفض مقترح الميزانية السابق ولم يحدد حتى الان موعدا لمناقشة المشروع المعدل والذي أعيد تقديمه مطلع أغسطس الجاري فانه أعلن على لسان الناطق باسمه عبدالله بليحيق استدعاء الحكومة لجلسة استجواب في الثلاثين من أغسطس الجاري للمثول أمام النواب وعلل بليحيق الاستدعاء بانه جاء بناء على مذكرة قدمها عدد من النواب المجلس الذي لوح رئيسه عقل صالح في تصريحات لرويترز قبل أيام بإمكانية ظهور حكومة جديدة موازية في الشرق وعودة ليبيا للمربع الأول إذا تأجلت الانتخابات عن موعدها في ديسمبر لا يبذل في مقابل تصريحاته التي تبدو متخوفة على مصير الحكومة والانتخابات أي جهد في اتجاه إنجاز الإطار الدستوري للانتخابات ويتجهل البت في الميزانية رفضا أو قبل تلك الميزانية التي فخختها المطالبات بإدراج ما يعرف بالقيادة العامة ويشير رفع الميزانية المخترحة إلى محاولة الحكومة الاستفادة من الصرف بمعادلة 1 إلى 12 من إجمالي الميزانية القيام بمهام القايدة على القوات المسالحة توتر الأجواء السياسية يبدو مفهوما بالنظر إلى ما سبقه من ظروف الاحتراب وانعدام حالة الثقة بين الأطراف إلا أنها مؤشرات قد ترفع حالة القلق إذا منتقلت أجواء التوتر من أروقة السياسة إلى ساحات الحرب والمعارك أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برصدها زيادة ملحوظة للمسجلين في منظومة ناخبين بالخارج تقدر بـ 53% مقارنة بعدد المسجلين السابق وذلك في أول إسبوع منذ افتتاحها وأفضحت المفوضية تعليقا على بيان نشرته الاثنين بالخصوص أن عدد المسجلين بالخارج منذ الثامن عشر من أغسطس تجاوز الألفي ناخب في حين بلغ عدد المقيدين سابقا أربعة ألاف وخمسمائة ناخب ليصل بذلك جمالي المسجلين إلى نحو ثمانية ألاف وثمانمائة ناخب بينهم أربعة ألاف وسبعمائة رجل ونحو ألفي امرأة بحسب المفوضية العليا للانتخابات أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تدفق مياه النهر تدريجيا في شبكة مياه مدينة ترابلس مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلة تدفق وكان الجهاز قد فد صباح لحن بوصول المياه إلى خزان سيد السايح متوقعا وصولها الاثنين إلى العاصمة ترابلس إلى موضوع الناخر أوصى مستشار رئيس الحكومة لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة أسامة ضرات شركة الانشاءات الكهربائية بجملة من الإجراءات العملية لاستكمال المشاريع المتوقفة في البلاد بأسرع وقت وبحسب حكومة الوحدة الوطنية فقد بحث اجتماع الضرات مع الشركة جراءة استكمال خط نقل الطاقة الكهربائية أباري لفجيش مئتان وعشرون كيلو مترا والذي من المفترض أن يغطي العجزة القائمة بالشبكة إضافة إلى استكمال تجارب تشغيلية للوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية في سرط اتفق وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي مع نظيره بوزارة الإسكان والتعمير خالد العبدالي اتفق على أهمية تشكيل لجنة من وزارة الإسكان لوضع حلول لملف عودة الشركة الأجنبية واستكمال المشاريع المتوقفة ونقش الطرفان خلال اجتماعا لهما في مقر وزارة الخارجية بترابلس سرط عودة الشركات الأجنبية لاستكمال مشاريعها في ليبيا والظروف المناسبة لذلك إلى جانب التعويضات التي تطالب بها بعض الشركات الأجنبية عن فترة الانقطاع عن العمل وضياع المعدات والمقرات التي كانت تشغلها هذه الشركات أصدر رئيس الحكومة عبدالحمدد بيبيا قرارا موجها لوزارة المالية بإحالة 100 مليون دينار للهيئة العامة لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين من مخصصاتها لعام 2021 وجاء القرار عقب اجتماعي رئيس الحكومة مع هيئة أسر الشهداء بدوان رئاسة الوزراء ووجهت بيبيا في ختم الاجتماع بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المعانية لتفعيل بعض الأحكام المتعلقة بدوية الإعاق المستديمة من مصاب حرب التحرير بالإضافة إلى تنظيم ملف علاج الجرحة بالداخل والخارج اتفقت اللجنة العليا لشؤون المهجرين على تسمية مندوبين في البلديات لتنفيذ عمليات إدخال بيانات المهجرين قرروا اللجنة الجاء في اجتماعها الأول الذي عقد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 189 للعمل جاري كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل خلال الأسبوع القادم اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميدة بيبة على التجهيزات اللازمة للبدء في مشروع رصف الطريق البحري لبلدية حي الأندلس التي اعتمده مجلس الوزراء ونقشت بيبة خلال اجتماعه مع عميد بلدية حي الأندلس وعضاء المجلس البلدي بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عاد الجمعة نقش ارجاع عدد من المؤسسات التعليمية المستغلة كمباني إدارية للبلدية بحث نائب رئيس الحكومة رمضان أبو جناح مع عيان وحكماء التبو بمدينة مرزق تفعيل ملف المصالح الوطنية مؤكدا أن بسط الأمن يقع على عاطق الحكومة شرط أن يكون متوازيا مع خطوات المصالح الوطنية ونقش أبو جناح مع وفد التبو المشاكل والعرقيلة التي تواجه مدينة مرزق والمنطقة الجنوبية عامة بينها عدم توفر السيولة المالية في المصارف ونقص الوقود إضافة إلى تدني مستوى الخدمات هذا وكان نائب رئيس الحكومة أكد أن الحكومة تعمل جاهدة لتدليل كافة الصعاب لسكان مرزق خاصة والمنطقة الجنوبية بصفة عامة شددا على أن الوقود والسيولة المالية حق لكل أهل المنطقة ولا تعد مطلما وإلى آخر مستجدات فيروس كورونا حيث سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفت خمسة وعشرين شخصا وإصابة ألف وستمائة وخمسة وعشرين آخرين بفيروس كورونا وأوضح المركز في تقريره الوبائي ليوم الأحد أن المختبرات المرجعية استلمت أكثر من سبعة ألاف عينة من مختلف مناطق البلاد لتسجل نسبة الحالات المصابة قرابة ثلاثة وعشرين بالمئة هذا وأشار المركز إلى أنه سجل تعافي ألف ومائتين وسبعين مصابا من المرض مضيفا أن أجمالي عدد المطاعمين في كامل البلاد تجاوز تسعمائة وستين ألفا منذ بدء الحملة في البلاد هذا وأعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح انطلاق المرحلة الثالثة للحملة التوعوية المجتمعية بالتطعيم ضد فيروس كورونا انطلاقا من المنطقة الجنوبية وبحسب السايح فإن الحملة تأتي بمشاركة اليونسيف وتهدف إلى توعية الناس والوقوف على احتياجاتهم فيما يتعلق باللقاح ضد الفيروس من جهة قال ممثل اليونسيف في ليبيا عبدالقادر موسى أن زيادة التوعية بالتطعيم أمر في غاية الأهمية وتعهدا بمواصلة دعم المنظمة لليبيا في مجال مكافحة كورونا أكد مدير مركز سبهة طبي عبدالرحمن عنيش امتلاء مركز الفلترة بالحالات المصابة بفيروس كورونا والتي وصلت إلى 17 حالة مؤكدة وهو عدد يفوق القدرة الاستعابية للمركز وأوضح عريش خلال مؤتمر صحفي على خلفية فيديو منتشر على مواقع التوصل الاجتماعي يظهر وفاة مواطنة من غاة لم يتم استقبلها في مركز سبهة بحسب الفيديو حيث أوضح عريش أن المواطنة المعنية كان بحوزتها تحليل مبدئي سالب للفيروس وقد وفروا لها حيزا بقسم الطوارئ بسبب عدم وجود مكان شاغر بمركز الفلترة رغم مطالبتهم المتكررة بتوفير سعة أكبر لاستقبال الحالات كحال معظم مراكز الجنوب إلا أن قريبها أصر على أخذ الحالة من المركز نحن رتبنا لها ونسقنا لها وقلنا لها ما فيش مشكلة أنا بنستقبلها الحالة ونحطوها في قسم الطوارئ وبعدها يتم تحديد الوضع هو أصر أنه يأخذ حالته ويمشي عبينها لأستوانة الوكسجين فالخطأ أعتقد ما هو خطأنا لأن نحن الظرف صعب بالنسبة لنا من كثرة الحالات وفي نفس الوقت ما رفضناش أن هي تدخل بلغوه أن المكان مزدحم وأن المكان فيه اكتظار للحالات وبعدين تلاقيت أنا وياه وزدنا رتبنا لنضوعه وقلنا نزيد سرير آخر في المكان ونزيده حتى بالضيق نحاول نحطه حالة ثانية لين الصباح نشحوها فهو أصر أنه يأخذ حالته يمشي بها إلى مكان آخر يستمر العمل بمركز الفلتر بمنطقة جرما ببلدية الغريفة منذ افتتاحه بداية فبراير من العام 2020 حيث يستقبل ما يقارب المئات حال يوميا بين حالات اشتباه وإصابات بفيروس كورونا من مختلف مناطق البلدية والبلديات المجاورة لها بما يتوفر لديه من أمكانيات وتجهيزات متاحة المزيد في سياق التقرير التالي فنتابع منذ افتتاحه مطلع فبراير من عام 2020 ومركز الفلترة بمنطقة جرما ببلدية الغريفة يستقبل ما يقارب المئة حالة ما بين حالات اشتباه وإصابة بفيروس كورونا من مختلف مناطق البلدية والبلديات المجاورة بما يتوفر لديه من إمكانيات وتجهيزات متاحة هم العمل القائمين بي إن شاء الله رب يجازيهم يعني ما يمش من طامعين في هادوم من بيجازوهم يقولنا كلا هادوم يعرى ما معدن عليهم هادوم ما إنه لله وإنه لا رجعون هادوم أنقوله بس حسن الله أنا موكيد وخلص بعد زيارة وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية للمركز في مايو الماضي اعتمد المركز ليكون مركزا للعزل والفلترة لبلدية الغريفة إلا أن النقص الحاد في إمدادات الأكسجين والارتفاع السريع والمتواصل في أعداد المصابين والمتوفين بات يؤثر سلبا على العمل بالمركز كحد أعلى قد تصل الحالات إلى 14 و15 حالة داخل قسم تتراوح ما بين حالات خفيفة وحالات متوسطة وحالات حارجة الجذير بالذكر أنه ثم علاج حالات حارجة حالات عناية فائقة داخل المركز وتماثلت للشفاء على الرغم من أن لا يوجد طبيب عناية فائقة بالمركز المسؤولون والعاملون بالمركز طالبوا وزارة الصحة بتقديم الدعم وتركيب مصنع أكسجين خاص ببلدية الغريفة خاصة في ظل عجز مصنع الأكسجين ببلدية بنت بيه عن تلبية الطلب المتزايد للأكسجين إضافة إلى دعم المركز بالأطقم الطبية المتخصصة والتجهيزات اللازمة يهدد شح المياه وعدم وصول الكهرباء الانتاج الزراعي بأودية بني وليد ويطالب مزارعو المدينة ووزارة الزراعة بضرورة توفير حلول لهم تفاصيل أكثر حول ذلك في هذا التقرير عدم الاهتمام الحكومي بقطاع الزراعة دفع أصحاب المزارع لفتح مسارات غير شرعية من النهر الصناعي وذلك لقرب مزارعهم من أنابيب النهر بوادي أوروريك بمدينة بني وليد حيث طالب جهاز تنفيذ النهر الصناعي كل الجهات والمواطنين وأصحاب المزارع والجهات المسؤولة بضرورة إقفال جميع فتحات التغذية الموجودة على مسارة بني وليد بالكامل نحن في زيارتنا هذه قمنا بزيارة عدة مجموعة من المزارع داخل منطقة أوروريك بعد ما تم إيقاف المياه عنها وهي كانت معتمدة على مياها للنهر الصناعي الآن نحن نحاول كيف نضع حلول ونتصله بالجهات المسؤولة اللي هي الشركة العامة للكهرباء وإمكانية توصيل الكهرباء لهذه المزارع فنتمنى من الشركة العامة للكهرباء النظر بعين الاعتبار في أهالينا داخل منطقة أوروريك وشوفنا على عين الواقع بها عدة أشجار تقريباً 50 ألف سجرة متمرة وهذه حقيقة حرام لأنها ستنتهي بدون مياه أصحاب المزارع يطالبون جهاز النهر بمد مزارعهم بالمياه عن طريق وصلات شرعية وتركيب عددات على فتحات التغذية وأكدوا أنهم على استعداد تام على دفع تكلفة المياه على حسابهم الخاصة كما طالبوا الشركة العامة للكهرباء بضرورة تزويدهم بخط كهرباء حتى يتم تشغيل الأبار بالمزارع نحن كانت يبقى فلوس النهر بيدير عددات والله بيدير رسوم نحن مستعدين مستعدين بيديرنا فتحات شرعية مستعدين اللي تحط علينا الدولة نحن نعرفه لكن نطلب من الدولة نطلب من الدولة أنها تقصح بنا تنقضنا تنقض الأهل السجار تنقض المزارع ولا تستلم هناك استلام رسمي التستلم رسمي تستلم هنا للدولة بيصلاح الليبيين نحن ما عندنا مشكلة ما عندنا عطلات لكن رقم كبير رقم من ال96 من ال96 نحن كنا الشجار هذا العمرها ال96 كان مستفادات من الطب والنهر ومنضي الشرك عدد المزارع الموجودة بوادي أروريق خمس وخمسون مزرعة منها خمس وثلاثون منتجة للخضار والفواكه وعشرون مزرعة مقتصرة على أشجار الزيتون وأعلاف الحيوانات وأسواق بني وليد تعتمد على هذه المحاصيل الزراعية التي يستمد منها المواطن قوت يومه مهند باللامة ليبيا الأحرار بني وليد دلنا أشارتنا وصلنا إلى نهاية المساة وهذا تذكر بأبرس العنوي بعد المقابر الأخيرة بترهونة هيئة البحث تؤكد للأحرار ارتفاع عدد الجثة المنتشرة إلى 187 رغم العمليات العسكرية المتتالية بالجنوب تفجير زلة يكشفها شاشة الأوضاع بمناطق سيطرة حفتر رئاسة واب تتجاهل الميزانية واستحقق ديسمبر وتستدعي الحكومة للاستجواب لمزيدنا من التفاصيل مشاهدنا تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت ليبيا الأحرار دوت تيفي وكذلك بقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم على تبا المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة